موسيقى مساء الخير مساء الخير على شعب مصر فاتفضتنا النهاردة فاتفضة من نوع خاص فاتفضة من مدينة الانتاج الاعلامي ولكن فاتفضة عن ارض الامر ايوة سميت ارض الامر علشان احلى جميع وانقى جو الامر يتشاف فيها ده الكلام ده كان زمان سميت بارض الفيروز بسبب ان فيها مناجم الفيروز وانقى فيروز في العالم فيها هنتكلم النهاردة عن حريب هنتكلم عن شريت كان اسمها شريت في عهد الفرعنة هنتكلم عن اغلى واطهر منطقة في مصر بوابة مصر الشرقية سينة وقبل ما نبدأ فضفضتنا عايز اقول لسينة كلمة عايز اقول لها سينة يا سينة يا ارضي وعرضي شمسك دهبي وامرك فضي النيل مدي ايده بالمية اغسلي وشي الكون وتوضي سينة يا سينة يا بكرة وامس يا متاريخ فوق عين الشمس يا متاريخ فوق التواريخ عقد يقود ممنوع اللمس يا محضارة فوق الحضارات يا متاريخ كله انتصارات همزة وصل لدول العالم واسمام امن ثلاث كرات همزة وصل لدول العالم واسمام امن ثلاث كرات يالي السلم في كل كلامك يالي العلم حصاد اقلامك مجد العالم لو يوم يصحى اهو بالكاد يوصل اقدامك يا سينة سينة بلدي وبلد ضيفي اللي مشرفنا النهاردة هنتكلم فيها بمناسبة اليوم العالمي للسياحة يوم الحد الجاي وهنتكلم كمواطن سناوي وهنتكلم وهنفضفض كعادتنا فضفضتنا مش اي فضفضة مش كلام تعبية هوا كلام موزون وفيه وراء الكلام كلام هنقابل ضيفنا وهنسمعه بصدر الرحب وهنتعلم منه وهيوجه لنا رسالة وكالعادة ضيفنا هو بعد الفاصل نقابل ورجعنا لكو تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل وضفنا السناوي المحترم زو خبرة 30 سنة في السياح احنا منشرفين بالنهاردة كحكتين كابن سينة تاني حاجة خبرة 30 سنة سياحة عايزين نفضفض معاه ايه يا عم احوال السياحة ضيفنا هو استاذ رضا عروج مدير الادارة السياحية بديوان عام محافظة شمال سينة اهلا بحضرتك مستر رضا اهلا وسهلا بك استاذ ربير شرفت بدعوة سيادتك من القناة وبشكر قناة HBC الصحة والجمال على الدعوة الكريمة وبشكر أسرة الاعداد وأسرة البرنامج كلها شكرا فأنا حضرتك منورنا منور مدينة الانتاج الاعلامي ولقاءنا النهاردة لقاء سيناوي صرف تمام الضيف سيناوي والمقدم سيناوي وانا بنتمي وبتمحك فيك وانا هناك بقالي أكتر من 36 سنة عايزين نفتفض عن سينا بس في الأول رضا عروق واسمحلي أشيل الألقاب لأن احنا فتفضى حتى لو تاخد بالك أنا وانت للابسين دب بيدل ولا حاجة احنا بالأمصان بنفتفض مش هنفع نفتفض واحنا مخنوقين بداية رضا عروق في السياحة ايه اسمح لي أولا أني أتكلم أنا مصري الموطن والوطن سيناوي المولد والنشأ ولي الشرف أفتخر بذلك فخري لي أن أكون من أرض سيناء أرض سيناء المقدسة التي قدسها الله سبحانه وتعالى حيث قال لسيدنا موسى بسم الله الرحمن الرحيم اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وقد بارك الله أرض سيناء حيث أقسم بها حين قال والتين والزيتون وطور سينين أرض سيناء المباركة التي مر عليها الكثير من الأنبياء والرسل أرض سيناء التي بوركت برحلة مقدسة هذه الرحلة كان أبطالها السيدة مريم العزراء وسيدنا عيسى ويوسف النجار حيث هربوا في اتجاه مصر من بطش هردوس ملك بيت المقدس لماذا اتجهوا إلى مصر اتجهوا إلى مصر حيث الأمن والأمان كانت مصر وسوف تظل بلد الأمن والأمان اتجهوا إلى مصر مروا بسيناء لكي يصلوا إلى مصر مروا بحوالي سبع نقاط داخل سيناء ليصلوا إلى أسيوت آخر مكان ليهم ليه أرض سيناء المباركة التي بارك الله سبحانه وتعالى هذه الأرض بوجود رجال عليها أشداء رجال عزة رجال سيناء دائما يقفون في خندق واحد مع قواتهم المسلحة وشرطتهم في دحر الإرهاب أرض سيناء التي ظلت ودائما وسوف تظل دائما القلعة المنيعة التي تزود عن مصر الحبيبة هي بوابة مصر الشرقية حمى الله مصر وحمى الله أهل سيناء أنا بشكرك على المقدمة الرائعة وكما عودتنا حضرتك إن حضرتك قامة وقيمة في مكانك وبرضو هرجع تاني لسؤالي الراجل الخبرة مدير الفنادق السياحية في شرم الشيخ ابتدى ازاي أنا أنهيت دراستي بكريوس العلوم الزراعية سنة 88 وكنت طبعا فترة الأجازات في أثناء الكلية كنت بأعمل في مجال السياحة بوظائف بسيطة وصغيرة جدا ولكن بعد التخرج من الجامعة حاولت أشتغل في المجال بتاعي كمهندس زراعي قد وفقت في هذا المجال واشتغلت في مشروع إيطالي في مكان اسمه المغارة وفي نفس الوقت كانت أوجهي إلى السياحة والفنادق حيث أعملت بوظيفة بلمن حامل حقائب كان عملي بيستلزم أن أنا أتواجد في العمل صباحا حتى الساعة الثالثة مساء في عملي كمهندس زراعي بمشروع المغارة وكنت أعمل في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء حتى منتصف الليل كموظف في الفندق كبلمن حامل حقائب وليشرف أني بدأت حياتي من الصفر ما بدأتش حياتي بوظيفة عليا بل بالعكس بدأت حياتي بوظيفة بسيطة جدا كبلمن حبيت المجال وبدأت أحاول أنام نفسي مجال السياحة مجال الناس بتبصلوا أنه هو مجال الراحة والمتعة ومجال كل سبل الراحة موجودة فيه لابد أن نعلم أنا السياحة والفنادق والعمل في الفنادق هو عمل متعب جدا وشاق اللي فندق اللي بتشوفه جميل جدا من برا ما تعرفش جواه في جنود جواه المؤسسة بتعمل ازاي وبتكد ازاي فلابد أن احنا نعرف أن مجال الفنادق هو بالضبط جيش على مكت عشان كده احنا لابد أن احنا نعرف أن فيه مجال السياحة مجال كبير جدا ومجال الفنادق والمؤسسة السياحية مجال عظيم ولابد أن احنا نفكر كويس جدا أن مجال ليس فيه المتعة كما يعتقد البعض اشتغلت في مجال السياحة وبدأت في هذا المجال اترقيت بقيت دخلت الديسك الريسيبشن وبعد كده بدأت ارقى شفت ليدر وبعد كده نزلت سبت الفندق وروحت فندق تاني واشتغلت في الفندق مدة وبعد كده رحت نايل كروز لقص الأسوان عادت فيها حوالي سنتين وبعد كده رجعت العرش تاني في الفندق وبعد كده يعني استمر العمل عايزة اقول كلمة ان احيانا كتيرة جدا بتقابلك بعض المواقف هذين المواقف قد تكون مؤثرة في بعض الشباب كنت بقى اعمل زي ما قلت لحضرتك قبل كده كنت بقى اعمل صباحا في مجال شغل ورديتين ورديتين الصبح مهندس زراعي في الشركة الايطالي من ستة لتلاتة يعني كنت بتشغل تسعة ساعات وبتيجي من اربعة تمسك شفت في القوتيل لغاية اتناشر تمن ساعات سبعتاشر ساعة باقي من اليوم سبع ساعات معنى كده السبع ساعات اكيد ما خدتش بتنام فيهم انت كان فيهم وصلات خمس ساعات بكتير كلام ده كان عندك كم سنة بعد الجامعة على طول اربعة وعشرين خمسة وعشرين ساعة يعني ما استنيتش بابا وماما يدوك معلش انا بأتكلم انا اسف الكلام مش موجه ليك الكلام موجه لولادي بأتكلم للشباب اللي بيسمعنا احنا ما استنيناش بابا وماما يدوناك ما قلناش حال البلد ازاي يا ترى هنعمل ايه مع انك مهندس زراعي وفقت انك تشتغل انا اسف بنقولها بالبلد شيال شرط طبعا بلمن طبعا بس في الاخر وصلت لجي ام خمس نجوم طبعا طب ما دير سالة قوية وكويسة تقول ايه لشبابنا برضو لولادنا اللي لسه طلعين ومتخرجين ومش لقين شغل وقاعدين مستنيين وبيلعنوا الحال وبيلعنوا الدنيا وايه ايه فاض فضي اخي على الشباب الشباب لازم يعرف انه عمره محلائي كل حاجة سهلة ومتيسرة لي لابد ان يعلم اه دائما حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب الله وما لا يدرك كله لا يترك كله النهاردة انا اه درست فترة معينة درست اربع سنوات في الجامعة او غيره في مجال معين لقيت المجال ده متاح ليا تمام هستمر فيه ملقيتش المجال ده متاح ليا اشتغل في اي وظيفة تتاح ليا حتى يتسنى لي العمل في المجال اللي انا بحلم به اه لابد ان احنا ان البنى ادم منا بيحس بكيانه لما بيعمل حتى لو كان العمل مش هو اللي بيحبه هيحس بالكيان بتاعه هيحس بعمله هتلاقي العمل اللي هو بيشتغله فتح له ابواب كتيرة جدا للاعمال الاخرى وانت لما بتشتغل في حاجة وطاصق فيها وزمالك يصق فيها لان ثقتك في نفسك هي امتداد لثقة الاخرين فيك اكيد فالولا ان الاخرين كتير قليل انت شايف مجموعة عبتصق فيك فده بيديك ثقة في نفسك وبيدي عزة طبعا بسرعة قبل ان عندنا مدخلة من لندن في ثانية احكيلي الموقف الطريف الانساني اللي حصل وانت بتشيل الشنط لمين في احد الايام كنت طبعا بعمل في الفترة الصباحية في المشروع الزراعي الايطالي وعدت للعمل طبعا الساعة الرابعة مساءا للعمل في الفندق واقف على باب الفندق كموظف حامل حقائب بيلمان فجئت من اللي داخل علي هو مهندس في المشروع الايطالي زميل ليا زميل زميل ليا في المهندس طبعا اكسفت وجريت لا طبعا قبلت بالترحاب وطلبت منه ودخلت على الريسيبشن وطلبت منه ان انا شيله الشنطة ووصله للمكان بتاعه وما تكلمناش في اي حاجة ما فتحناش اي موضوع ولكن هو ترحاب دوري وعمل اللي بقون به وصلت الى استقبال دخلت قطته وما تكلمناش ولا كله انا حسيت ان انا مش خجلان من الموضوع دوت ولكن كان الموقف بالنسبة لي مفاجئ ايه تاني يوم توجهت العمل صباحا قابلني المهندس الزراعي اللي في المشروع قال لي انت بتعمل في فندق بعد الظهر قلت له ايوه قال لي انا فخور بك جدا وانا مبسوط ان انا بقى بالنوعية من الشباب دايما بكافح وانت من شخص مكافح وانا فخور بمعرفتك وصدقتك وانا فخور ان حضرتك معانا دلوقتي وجاي لي مكالمة من لندن مش مترتبة من لندن اه حد عايز يتكلم حضرتك استأذن حضرتك لو المكالمة جاهزة نقول الو فضل يا فندق الو 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 مين معايا الو الو ايوة الو الو ايوة ايوة انا سمع حضرتك. مساء الخير. ايوة معك فضفضة مع روبير. مساء الخير يا سيد روبير. مساء الخير والله والله مساء الخير واحلى مساء على عيون المدعمسة. مساء الفول. ها? طب ممكن نرجع تاني الكنترول نشوف الصوت ونكمل بس عشان فيه حاجات كتير عايزين اقولها مع مستربة. احكيلي عن السياحة في شمال سيناء. اللي انا عارفه بحكم ان انا راجل سيناوي من سنة خمسة وتمانين ان احنا سياحة داخلية. هل هتفضل داخلية ولا فيها خارجية في الظروف اللي احنا فيها دلوقت? ولما تتحسن هتبقى ايه? الميكروفون مع حضرتك. اه شمال سيناء اه طبعا من المحافظات اللي هي الاقليمية السياحية. اه محافظة بتتمتع بكثير من اه المميزات. اه طبعا احنا اه في شمال سيناء طول عمرنا بنعتمد على السياحة الداخلية. استأذن حضرتك معلش. اه قالوا لي استاذ تعال لندن بيتكلم تاني. استاذ ايمن. اه استاذ روبير. مساء الخير يا باشا. مساء الفل. ساماني. اشان الخير يا فاندي مخباركو ايه? كله تمام يا ايمن بيه. اهلا وسهلا. والله انا سعيد ان شايف مستر رضا مع حضرتك لانه رجل يعني تعلمنا منه الكثير. واحنا سعادة جدا كستاف كنا بنعمل مع مستر رضا. ان احنا نشوفه في التلفزيون لانه يعني حاجة مشرفة ليه لجميع يعني الحمد لله. طب فرصة وحضرتك معانا استاذ رضا سلم عليه الاول. استاذ ايمن مساء الخير. مساء الخير يا فاندي مخبار حضرتك يا مستر رضا. ربنا يحفظك وكرمك انا شاكر افضلك وعالك الكلمة اللي بتقولها دي انا شاكر ليك. وحقيقة انا ما كنتش متوقع المكالمة الجميلة ديت. ولكن اه الصداقة والمحبة اللي بيننا ان شاء الله حتدوم دايما. شكرا لمكالمتر رضا واحنا سعادة جدا ان احنا شايفين حضرتك على التلفزيون وحضرتك بتحكي مش عام نفسك لوحدك لا انت بتحكي عن جيل كامل. ربنا خلينا. احنا نعتبر وجهة مصر السياحة تعتبر وجهة مصر. طبعا. احنا الوجهة اللي موجودة واحنا الناس اللي بنبلغ رسالة مصر لدول تانية بجميع اللغات. تمام. ونتمنى ان جميع المزلاء من جميع عن حي العالم ان هم يكونوا سعاداء ان هم يجيزوا بلدنا. ونقدم احسن الخدمات ومصر من الدول اللي بتقدم خدمات في السياحة افضل من دول تانية كتير. لان بجد انا سافرت دول كتير. احنا عندنا كوتلات كخدمة. عندنا كل حاجة ستاندر. عندنا كل حاجة بصراحة يعني اه على مستوى. ودي حاجة مشرفة لنا والمصر لنا. ونتمنى في الفترة اللي جاي ان شاء الله تتحسن الاوضاع. بالنسبة لفيروس كورونا. اه في دول كتير بتعاني من قلة السياحة في الفترة دي. والسبب ان فيه الناس خايفة تسافل لبعض الدول كتير من المرض. فان شاء الله في الفترة الجاية نتمنى ان كل شيء يكون احسن وافضل لمصر ايمن بازن الله. بازن الله ايمن بازن الله. مستر ايمن استغل معلش اه قبل ما تقفل بالمرة وانت في لندن. اه انت شايف احنا كمسئولين مش احنا يعني السادة المسئولين نعمل ايه عشان نوصل صوتنا في لندن. ونقول نعرف الناس ان احنا عندنا احسن سياحة واحسن اوتلات واحسن اماكن في العالم. مفروض ايه اللي نقص عندنا نعملها? ده كله بيرجع للتسوية فعند من الناس اللي بتيجي تسوق لمصر هنا في اوروبا وفي بريطانيا عموما في الاسواق العالمية. المفروض انها تظهر كل شيء. كل شيء من ناحية الفنادق احنا عندنا بجد يعني في اوتلات على افقى المستوى. وعندنا اه تاريخ مصر العريق. من الحضارة الفرعونية للحضارة الاسلامية. للحضارة يعني مصر الرومانية للحضارة الجيوجية. كل حاجة موجودة عندنا في مصر. احنا بلد نقصها تسويق جيد. في اوروبا. طيب اه انا هستأزن حضرتك انت حضرتك دلوقتي في لندن بتعمل في مجال السياحة. ده مان افاند. طيب انا هستأزن حضرتك انا هتواصل معاك بعد الهوى. وعلشان ممكن نعمل حلقة في لندن ونشوف الكوادر المصرية عندنا هناك بتعمل ايه? وانتو شايفين مصر ازاي? لانك انت سفير مصر برا. فانت شايفني انا مفروض اجي اعمل ايه? كدولة. انا بتكلم كدولة برضو. كالسادة المسئولين عن السياحة. مفروض نعمل ايه? هو في الاخر. في الاخر. والكلام على مسئولية روبير. في فطفضة مع روبير. اوكي? التسويق مش طنورة. ونالعب طنورة ونسمع المزمار. مش هو ده التسويق? ولا انا كده كلامي غلط? هو هو ده من المصر دي من العادات المصرية. بس انا مش مفروض انا يا فاندي معنا السانوات اللي فاتت بحكم عمل اه عملي في مجال السياحة. انا بشوف المعارض. المعارض بيطلع اه مصر ولبسين جلاليب احنا مش ماشيين بجلاليب اساسي. يعني الفكرة. ايه. اه اه ممكن البس لالجلالبية بس ما هو في قميس وبانطلون وفيه شورت وفيه كل حاجة يعني. احنا عندنا كل حاجة. انا كان عندي فيه مرة من عشرين سنة اه في نوابع ناس جم وقالولي انت احنا فين الجمال. انت مفروض فيه جمال. انا احنا رجبين بجمال. والله العظيم ثلاثة وكانوا انجليز ايامها. احنا احنا عموما عايزين نغير اه الوجهة. وجهة النظر ديت. ونشرحها زي ما احنا شايفين. احنا شايفين شغل يدوي شايفين. احنا عندنا على اعلى مستوى. اعلى مستوى في شرم الشيخ. طبعا طبعا. الجمال رباني. جمال رباني موجود. طبعا طبعا. حضرتك في ما نستغلش ده. فانا بشكر حضرتك ايمن به واستأذنك هتتواصل مع فريق البرنامج. ولينا القاء تاني. شكرا مصر ايمن. شكرا على المكالمة الحلوة دي. شكرا مصر. اه نرجع تاني. مكالمة قيمة. وحبايبك كتير. يعني الراجل بيشيد بيك من لندن. ربنا خديق. فنرجع تاني لموضوعنا. السياحة في شمال سينة. انا كنت بتكلم من شوية بقول ان السياحة عندنا كانت طول عمرها السياحة داخلية. ولكن ان شاء الله. انا على امل. اه بقيادة اه برضو السيد الرئيس الجمهورية. اه اللي اه 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 لعمل تطوير. لاحياء مصار العائلة المقدسة. زي ما تعرف حضرتك ان عدد برضو المسيحين حول العالم حوالي اتنين مليار مسيح حول العالم. ويعتبر ده مكان حج ليه. المرور بنقاط العائلة المقدسة اه في شمال سيناء. يعتبر مظهر مهم جدا. ويعتبر حج للسادة المسيحيين. اه اخوتنا طبعا. اه ففي اعتقادي ان الفترة القادمة سوف تشهد وجود شمال سيناء على الخريطة العالمية. طيب. اه معلش احب احدد. احنا بنتكلم عن السياحة الدينية. ودي معانا اثار الفرمة. اه 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 اللي احنا عملناه. يعني يعني كلمني عن 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 اه تل الفرمة ديت. اه تل الفرمة ديت اه تعتبر منطقة اثارية قديمة. اه طبعا مساحتها حوالي تلات تلاف فدان. المنطقة دي بتتمايز بان هي وجود المسرح الروماني. مسرح الروماني موجود فيها. موجودة اه اه فيها مجمع الكنيس. فيها اه اه اثار قديمة. هي تعتبر قلعة من القلاع القديمة. ايضا. فهي كانت حامية للمنطقة الشرقية. زي البوابة الشرقية المصرية. زي بواستينة. اه المنطقة ديت اه طبعا لازال اه العمل فيها لازهار بعض الاكتشافات الموجودة. ولكن هي احد المزارات المهمة للعائلة المقدسة او مصار من مصارات المهمة للعائلة المقدسة. احنا قلنا اه تقريبا في سبع نقاط مرت بهم العائلة المقدسة. اخر نقطة في شمال سينة هي كانت تل الفارما. اه طبعا احنا اه سيادة المحافظ طبعا امر بان احنا يتم عمل بنية تحتية للمنطقة. مجهزين ان شاء الله في الفترة القادمة ان هي تنتهي اه عمل بنية تحتية اه سواء اضاءة اه اضاءة سواء اه تشجير سواء اه اقامة غرف خزانات مية. اه حاجات كثيرة من الحاجات اللي هي اه حتساعد في نموه المنطقة. دوت شيء رائع جدا. اه اه بنشكر سيادة المحافظ اه عليه. وانا برضو كنت عرفت ان هو لما كان موجود ورجع فيه عامل دكتوراه عن تنمية سينة. ده مظبوط كده المعلومة دي ولا انا. سيادة المحافظ اه شامل سينة اه يعني انا اه بقشيد بعماله وهو اكتف جدا ونشط جدا. وليه دور كبير. وحيكون له دور كبير في الفترة القادمة في تنمية سينة. ليه فكره اه المحترم. اه ليه توجهاته المحترمة. اه اه وبرضو اه انا عايز اقول ان احنا في الفترة العصيبة اللي بتمر بيها اه سواء اه شمال سينة او مصر كله او العالم كله بمر بفترة عصيبة. ولكن قد تكون شمال سينة بتمر بفترة اصعب شوية. احنا بنحارب الارهاب. احنا اه فيروس كورونا موجود حول العالم كله. انا متأكد ان سيادة المحافظ اه بيفكر وعمل بلان كويس جدا للتنمية في شمال سينة. اه دوت شيء جميل وهيخليني اه اطلب من سيادة المحافظ على الهوى. اه ان شاء الله يبقى لينا لقاء قريب. اه في المحافظة علشان اه يبقى لقاء برضو حي احنا عملنا ايه في سينة? وايه اللي احنا عملناه جديد. تمام. اه في معانا مداخلة تليفونية مظبوط. الو? في تليفون. طبق المداخلة لسه مش جاهزة. احنا في عندنا مداخلات بتيجي فحضرات بتتكلم انا بقول لهم لسه شوية. تمام. طيب. اه الترويج الالكتروني للسياحة. اه طبعا اه الترويج الالكتروني ده وقت نشأ بعد ظهور الانترنت. طبعا. اه الترويج الالكتروني ما زي ما بظنه البعض انه هو عبارة عن اعلانات على المواقع المختلفة فقط. ولكن هو دراسة وفن وعلم كبير جدا. بيتم فيها دراسة سلوك المستهلك. والتغيرات اللي بتحصل اه في المكان او في يقوم بالترويج لها. الترويج الالكتروني طبعا معظم الناس بتعمل اعلانات على الفيسبوك. تمام. من ظهور الفيسبوك بدأت الاعلانات تبقى اكثر جدية اه واكتر تأثير. ولكن احنا نده نقول دي نوع من ادوات وليست هو فن الترويج. اه زي ما احنا عارفين اه اخر احصائية سنة 2019 بيقول عدد مستخدم الانترنت في العالم اربعة مليار وربعمائة مليون. اربعة مليار وربعمائة مليون. تقريبا تلتين سكان العالم شغال. شغال انترنت. اه. معنى كده انك انت عندك سوق موجود. السوق ده في عالم افتراضي. ايوا. لازم تغير اه 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 طريق تفكيرك طريق تسويقك. بالزبط. اه. فتبدأ تفكر ازاي تحط منتج في العالم الافتراضي لتحقيق الواقع. يعني المنتج ده واقعي في عالم افتراضي. عشان تسوق للمنتج بتاعي. طبعا فيه تورز كتيرة للتسويق الالكتروني. اه طبعا فيه مواقع كتيرة للتسويق الالكتروني. لنا ان احنا نعرف مثلا موقع زي علي بابا محقق ستة وستة من عشرة مليار دولار اه السنة اللي فاتت. رغم الظروف اللي بتمر بيها البلاد. رغم كده محقق مكسب كبيرة جدا. اه لان وراها دول دولة كاملة بتسند هذا الموقع الالكتروني. اه طبعا اه الوسائل المعروفة للترويج الالكتروني سواء بالصورة بت بتنشر صورة معينة. اه وبرضو اه احد المقالات العلمية بتقول ان الصورة بتتحدث اكتر من الف كلمة. يعني بتعبر اكثر من الف كلمة. انا عندنا الصور اهي. الصورة. انا لما اقولك التوب البدوي دوت بياخد مثلا سنة ونص. عشان يتعامل. عشان يتعامل. محدش هيصدق. لما اقولك البنت دي بتعمل الكليم دوت اخد لها فيه ستة شهور. محدش هيصدق. طبعا. الشغل اليدوي صعب. طب. واشنا عندنا دا اللي انا بحاول اعمله وا اقولته قبل كده. احنا ليه ما نعملش شمال سينة. من بير العبد. لنخل. للحسنة. للشيخ زوين. للرفح. بالكرة بتاعتها. بالخربة. بالنجاح. بالستدات. بالقسيمة. بالاحفل. بكلها. ليه ما تبقاش مدينة كبيرة زي ابيسة في اسبانيا. شغل الهاند ميت. ويجي لها ناس يا فندم. يعني احنا في دبي. الناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تعمل شوبنج. احنا النهاردة عقد زي ده. اه مسلا من اتو زد ممكن ياخد اه حوالي اسبوع. تمام. مين اللي هيلبس او هيقدر ده? ده لازم يكون حد ريتش وحد فاهم ويشوفه. وحاجة زي كده. احنا بس بنتكلم ان الهند ميد لازم يوصل لبره. واحنا عندنا انت عندك في المحافظة شغل على اعلى مستوى. على ضقيق جدا. والبنات كلهم. وهي 12 سنة لغاية الجدة اللي هي 95 سنة ونص بتشتغل شغلية. طبعا. هو الهند ميد طبعا اعتبر احد اه التراثات في شامل سيناء. يعني تراث من تراث شامل سيناء. طبعا. وطبعا اه بيجيدوا ناس كتيرة جدا. اه لابد ان احنا نعرف في جامعيات اهلية كتير جدا بتعمل في هذا المجال. اه طبعا اه اه جامعيات اهلية نشطة جدا. وليها دورها وبتسوق برا مصر وجوه مصر. اه وبتشارك في المعارض. ولكن طبعا ظروف الحالية الفيروس كورونا ده ما اثر جدا على العملية ديت. ولكن اه احنا برضو لازم ندعم هذه الصناعة تعتبر من الصناعات الصغيرة. ويتعتبر من اهم اه الحاجات الموجودة في قرى كتيرة داخل مصر وخاصة في شامل سيناء. اخد منك جملة لقيلها من بقك. لازم ندعم. مين اللي هيدعم ده? اه اول حاجة. معلش اكمل جملتي. مين اللي هيدعم الست اللي قاعدة في حضن الجبل هي وعيالها ومعنداش تليفون ومعنداش نت ومعنداش جمعية تخش فيها. صدقني الناس من استنياك تسمع حاجة زي كده. اه طبعا اه الجماعات الاهلية زي ما قلت منتشرة جدا في محفظ الشامل سيناء دي ممكن تساعد كتير اه من الاهالي او الناس اللي بتشتغل في الهانديميت. اه الجماعات الاهلية احيان بتوفر اه في احيان كتيرة بتوفر الماتيريال اه اللي هي الادوات والخيط والكلام ده كله. وبتستنى بعد ما تخلص الانتاج بتاعها بتاخد الانتاج وهي اللي بتبيعه للشخص. وانا اه تعملت فترة طويلة مع اه الجماعات الاهلية و اه اه روجت لهم الكترينيا على اه اه مواقع التواصل. مواقع طبعا الالكترينية المختلفة حيث كنت اعمل اه موديل نقطة التجارة الدولية في شمال سيناء. ودي تابع الوزارة التجارة والصناع اللي هي دلوقتي بقى تسمها هيئة تنمية الصدرات المصرية. وكان دورها الرئيسي ازاي اروج للمنتاجات المصرية. وخاصة كل محافظة بتروج للمنتج اللي موجود عندها المنتاجات السينوية. طبعا الكلام حضرتك منمق جميل سياسي رائع. فضل. مش بتعفض فضل. بمعنى الست البدوية اللي عارفاني انا شخصيا اللي بتقولي يا عم روبير انت مبتعرفش تبيع. هي تقولي كده ماناش عارف بيه. فانا عايزها تسيبها مني وتجيلك. تجيلك فين? او تروح فين? ولا هي عارفة تنمية صدرات. ولا عارفة الكلام ده مش عارفينه. حضرتك قولي نقطة تروح لها. تخبط. تقولها والله معايا هادول. وبتدبعهم. وتأخد الارشنات وخلاص. يا طبعا. طبعا الموضوع الموضوع مش اه. ارشدهم. ارشدهم. طبعا الموضوع الموضوع الاسر المنتجة او العائلات او الافراد المنتجين. اه للهندي ميد. اه طبعا اه بيعانوا طبعا. لانه ما عندهمش وسيلة للترويج بتاعهم. ولكن دي مسئولية الجمعيات الاهلية. الجمعيات الاهلية منتشرة في كل القرى. لابد ان هما اللي يتحركوا ويبدأوا يتحركوا يبصوا على الناس اللي بتنتج المنتجات ديات. ويتساعد الناس ديات في ان هي تطور من انتاجها. لان المنتج مش منتج بس. ولكن لازم بتاعه يبقى زوجودة عالية. عشان يلقى قبول المستهلك. طبعا. وخاصة انت اه هدفك ما يكونش المستهلك الداخلي اكتر. ولكن المستهلك الخارجي اللي هو جاي من برا مصر. هو هدفك الاساسي انك تنشر المنتجات بتاعتك عليه. لانك انت عايز تحقق ربح. تمام. اه وده. انا اسف. معانا تليفون. اه معانا احد خلود من اسيوط. اهلا وسهلا. طب اه اوكي ناخ نستقبل المكالمة من فضلك. اه. الو. عليكم السلام يا فندم. ليه. ايوة فندم. عليكم السلام يا هاني. انا خلود معيك من الصعيد من محافظة اسيوط. اهلا وسهلا يا فندم اهلا وسهلا. انا بسمان ان انا اشكر اه. هو بعث لنا الرئيس عبد الفتاح السيسة. تمام. ابعانا ربنا يحمي مصري باسم انجلال. تمام. قالو. قالو يا فندم باسمع حضرتك يا فندم. قالو. طب الخط اطع هي بتشكر سيادة الرئيس. وآآ برضو آآ فرصة ان احنا بنشكر سيادة الرئيس. وكالعادة بتاعة روبير ما ما يعدهاش كده. انا ما بعدهاش على كده. بنشكر سيادة الرئيس. لان الرئيس مش هو هيعمل كل حاجة. الرئيس بيحط نقطة. وبيقول للناس تكمل. وبيبص يمين وبيبص شمال وبيبص برا. عند ليبيا. وبيبص ورا بعد السوداد. وبيبص هنا. وبيبص هنا. خلوا الشأن الداخلي للناس اللي بتساعد سيادة الرئيس. خلينا نسحة خمسة الصبح زي ما هو بيجري مين وشمال. عشان يبص على المنشآت. وبيحرك الدنيا. يا ريت ناخده مسألة اعلى. يا ريت. ومن هنا هسأل مسأل الرضا سؤال غريب عجيب مريب زي ما بسأل اسئلة غريبة جدا. واقول له. وعلى فكرة هو بيدحك وانت الان ليه? ما تقلقش هو الان. اسألك سؤال زريف قوي. حفيدك كبير عنده كم سنة? خمس سنوات. رائع. ربنا يخلي. الله يكلم. آآ طيب آآ جي مصر وتفسح وشاف الهرم والبرج والنيل وكده. لسه طبعا. طيب. آآ اللي انا عايز اقوله. آآ احنا عندنا صورة من 2011. ووضع سينة كسينة. له حالة خاصة. من بعد 2011. ولادي انا عندي توقم. ربنا يخليهم من 2012. طبعا مولدين في القاهرة. انا بتخيل لو انا عايز في سينة. فدولة ما شافوش بحكم الوضع الامني ما نزلوش. ما تفسحوش في حظر من 2014 اللي هو علشان الوضع امني والمواطن السيناوي واقف مع الجيش قلبا وقالبا. طبعا. ودي عادتهم من. مايات السينا. اربع خمس تلاف سنة. تمام. ده المواطن السيناوي حالة خاصة. ظروفه كده. انت مولود في منطقة العالم حاطت عينه عليها. سمام امن ثلاث كراء. انت في حتة في الجون. انا بكلمك كمواطن سيناوي. انت قاعد عناصية. كله حاطت عينه عليك. ارجع تاني. ايه مال احنا ومال عناصية. متركز يا عام. اركز. هقولك. وزارة الشباب والرياضة بتعمل شيء جميل جدا. انا عارفه من زمان. كل سنة. بيطلع الشباب في اجازة نص السنة. لقصر بلدنا بلد سواح. فيها الاجانب تتفسح. قبا اركب القطر مدعمة. كده. ونطلع. طيب. شكرا. كاسينا. حالة خاصة. لما احنا عادنا تلت شهور كورونا. واتخنقنا والساعة تمانية. وكنا عادين بنكلم نفسنا. انا بقى بكلم كل مصر. عشان تبقوا انتوا فاهمين. التلت شهور. اللي انتوا قعدتهم دول. الناس دي قعدين فيها ست سنين. بس مستحملين وراضيين. وهم مع الجيش قلبا وقالبا. وزي ما فيه شهدة في الجيش. فيه شهدة من المواطنين. علشان قلبهم على البلد. نرجع تاني الموضوعنا. ولادنا. ليه ما تاخدهمش الشباب والرياضة تتعامل رحلات ليهم. الشباب ده بقاله تسع سنين عشر سنين. كمان عشر سنين هيبقى عنده عشرين سنة. انا عايزه يندمج مع ولادي. وولادي الناس اللي بتشوفنا دلوقتي. علشان ما يحسوش بغربة. ليه ما نعملش رحلات مجانية ليهم. وترفيهية ليهم. هي فعلا بتتم فعلا رحلات مجانية في شمال سنينة. آآ بتتم عن طريق الشباب والرياضة. آآ ورحلات كانت آآ كمان بتتم بعض الرحلات عن طريق آآ يعني دعم من الجيش نفسه. آآ لي آآ بس روح الانتماء داخل الاطفال او طلبة المدارس عن سينة وعن آآ دمجه في المجتمع المصري عمتا. وانه يشوفوا الاثار والحاجات الموجودة في بلده الكبيرة العظيمة مصر. آآ ده بيتم بالفعل. ولكن الفترة اللي فات زي ما قلت احنا التلات اربع شهور اللي فاتوا دي فترة كانت عصيبة على كل الناس. وكله خايف تحرك من مكانه ويطلع على حتة تانية خاصة ان التجمعات بتبقى صعبة جدا. وفيه فيروس قاتل موجود. آآ حاجة فيها حياة. مش مش حاجة سهلة. ولا حاب تنفل ونزة وحتروح ده 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 مرض آآ فيروس ممتشر كان آآ وكان كتير ضحايا لي. فلابد ان احنا نحط في اعتبرنا ان الفترة دي فترة عصيبة على كل العالم. ولابد ان احنا نحط في اعتبرنا ايضا ان آآ الدولة مستيبة سيناء. الدولة بالعكس قايمة بدور كبير داخل السيناء. لابد ان احنا نعرف ان لو لا اهتمام الدولة ورئيس الدولة بالسيناء ما كان اللي يفعل لها انفاء عشان يربط الوادي بالسيناء. آآ السيد الرئيس آآ عبد الفتاح السيسي تكلم من فترة قريبة جدا عن التنمية في سيناء. وعن ضرورة التنمية في مدينة العريش وبعض المجال السيناء. اخد كلمة التنمية واقول لك ان انا معلش احنا عندنا خمس دقيق فيه مداخلة مش هقدر اخد مداخلات دلوقتي. احنا عندنا بحكم اهل سيناء اقوى او اكبر مستشفى مجهزة على مستوى القناة في العريش. ولكن ليس بها كوادر طبية. يعني انا عندي مستشفى حلوة وادوات جميلة. ولو انا عايز اعمل عملية او كده مش هعرف. والكوادر الطبية نعمل ايه? بحكمك مواطن سيناوي. انت شايف ايه? هو فيه داكاترة موجودة في اه في المستشفى اه بشام السيناء. ولكن لازم نحط في اعتبارنا الخبرة لها دور كبير. والناس الاستشاريين الكبار اللي يعرفوا اه يعني اه عندهم خبرة كافية وعندهم علم اه غزير بالنواحي الطبية قد يكونوا اه في شام السيناء قليلين او مش موجودين في الفترة الحالية. اه فاحنا ان شاء الله يعني انا بوجبه نداء للسيدة وزيرتي الصحة. ان هي اه تدعم شام السيناء بالاطباء الاكفاء. اه هي بتعمل دور كبير جدا ان هي بترسل قافل طبية بتقوم ببعض العمليات داخل محافظة شام السيناء. ولكن برضو دا مش كفاية. اه لابد ان احنا نكسف الجهود انه تبقى في اه 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 استشاريين اقوية. يقدروا يعودوا اه يعني ديروا المنظومة الصحية داخل شام السيناء. واعتقد ان احنا في الفترة القادمة اه بقيادة السيد اللواء اه السيد الدكتور اه اه محافظة شام السيناء اه جامعة العريش هتفتح. جامعة العريش فتحة طبعا. في عندنا كل الطب هتفتتح قريبا ان شاء الله. تقريبا مش هتفتح. كل الطب في العريش. معنى كده ان هيبقى فيه زيارات واستشاريين اطباء جايين. معنى كده ان الاطباء اللي اللي برا محافظة شام السيناء هيجوا داخل محافظة عشان يدرسوا للطلبة الجامعين. معنى كده ان فيه علاج حيتم. وفيه اه كفاءة حيتم في المكان. طيب. اه قبل الهواء كنت بتقول لي فيه مفاجآت هتحصل في افتتحات اكتوبر. فيه حاجات احنا لو جينا نشوفها فيه حاجات. ان شاء الله انا اه زي ما قلت لك الدولة قاق اه اه ايمة بدور كبير جدا. و اه كل اه اه السيد المحافظ ايم بدور قوي جدا. والايام الجاي سوف اتشهد افتتحات كثيرة اه لمحافظة شام السيناء ودور كبير وتنمية داخل محافظة شام السيناء. اه بسرعة عشان مش هقدر اخد مدخلات. و انا اصدقتين. اه رسايل من اهل سيناء لسيناء. ده انا روبير بنقلها للسادة المسؤولين. انا بقول لأهل سيناء اه طول عمركو اه متحملين طول عمركو اقوياء. وسند لدولتكو. سند لقواتكم والسلحة وسند لجيشكم. الفترة القادمة ان شاء الله فيها انفراجة قريبة. اه وان شاء الله زوال الارهاب عن شمال سيناء. سوف يكون قريبا. انا عندي ثقة جمدة جدا في جيشي وشرطتي. وعندي ثقة في رئيس الجمهورية. اه الرجل بيعمل وبيكد عشان خاطر رفعت الدولة كلها. مش مش سيناء بس. ولكن سيناء اه لم تحظى بما حظيت به معظم المحافظات الاخرى. ولابد ان اللي يكون اه الفترة القادمة لها بلان ولها فكر كبير. وانا متأكد من الكلام ده. اه لان على ثقة ان السيدة الرئيس اه بيفكر دائما في مصلحة المواطن. وبجانب المواطن المصري. احنا بنشكر حضرتك على اللقاء القايم دوت. وقبل ما اختم هقول بس كزا حاجة برضو للسادة المسئولين. انا روبير بقولها. اول حاجة اه محتاجين اربع خمس محطات تتعمل في سيناء محطات بنزين. علشان طوابير البنزين تقل. ده احنا بنستسمح السيد وزير البترول في دوت. حاجة تانية انا روبير بطلبها من حضراتكم. الشوارع اللي هو بنشكر المحافظة بتركب لنا غاز. بتركب لنا مية. بتركب تليفونات. فكل دوت بيكسر بدل ما يتسافلت. فهما مكسرينه. بس للأسف اتكسر كله مرة واحدة. فبعد اذنكم نبتدي نرمم دوت علشان آآ صديقي. اشرف اويدر والده راجل كبير. وهو ماشي ما يتكعملش. انا معلش لما بتكلم في النقطة دي. بقولها من ناحية الانسانية. نبتدي نرمم. تالت حاجة شبكة المية الجديدة اللي تصرف عليها تمنمية وستين مليون جنيه. آآ وجات من خزينة الدولة. دهدية لأهل سينة. يا ريت نبتدي نشغلها عشان نستنفع بيها. كل اللي انا عايز اقوله للسادة المسئولين. ابتدي كل واحد يشوف شغله. ده بعد اذن حضراتكم. وآخر حاجة. اقدم مدرسة. مدرسة السنوية بنات. مدرسة آآ الشهيد عسكر. آآ كان دي بينها وبين مجلس المدينة مسافة صغيرة. كان فيها بعض. القمامة مرمية. المحمد لله ان هما شالوها كانوا عرضينها. عايزين نفعل دور النظافة. بالدليل ان النظافة كويسة. انه جددته لشركة النظافة خمس سنين بدءا من فبراير. معلش ده حاجة على الهامش. بس اهلي بتكلميني. وبعتلي على الواطس ان انا اقول الكلام ده. ده مش حاجة تعيب. حد. ولكن ممكن يكون في واحد مسئول مش واخد باله. بس انا بفطفض معاكم. امال احنا لو ما قلناش كده هتبقى الفطفضة ازاي. لازم افطفض من قلبي. بدل متعب. وينطر على وش حبوب. شكرا. شكرا لسينة. وشكرا لأهل بسينة. وآآآ فطفضة جميلة. جد. احنا استفدنا. طبعا. وآآآ قامة زي مستر رضا عروق كان معانا. طبعا. وانشاء الله انشاء الله لينا لقاء في سينة قريب وانشاء الله لينا لقاء مع حضرتك تاني. شكر جدا عن بنائج الهادف دوت. وقلت شكيرا. شكرا وفطفضة جديدة الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا تصبحوا على خير.